إنشاء وسئلة من نوع أكمل ما يلي من فراغات متعددة داخل الاختبارات الإلكترونية التي تتوافق مع موبايل عزيزي عضو هيئة التدريس يمكنك نظام إدارة التعلم بلاكبارد من إنشاء وإضافة أسئلة بصيغة أكمل ما يلي من فراغات متعددة داخل الاختبار الإلكتروني الذي يتوافق مع الموبايل حيث يتيح لك هذا النوع من الأسئلة أن تقوم بكتابة سؤالك مع ترك جزء أو جزاء فارغة داخل السؤال ليكون مطلوباً من الطالب استخدام لوحة المفاتيح لكتابة الإجابات الصحيحة داخل الفراغات التي تظهر في السؤال ليتمكن من الحصول على الدرجة المخصصة للسؤال وللبد بإنشاء وإضافة سؤال جديد على هيئة أكمل ما يلي من فراغات متعددة قم بالضغط على إضافة سؤال ومن القائمة المنسدلة قم بالضغط على خيار أكمل ما يلي من فراغات متعددة لتظهر لك خيارات إنشاء السؤال في الخانة الخاصة بالسؤال قم بكتابة نص سؤال كاملاً وبه الإجابة التي تريد أن يظهر مكانها فارغاً أثناء عرض سؤال أمام الطلاب بعد الانتهاء من كتابة سؤال كاملاً بإجابته الصحيحة قم بتحديد النص الذي ترغب أن يظهر مكانه فارغ عند عرض سؤال أمام الطلاب ثم قم بالضغط على زر إجراء فارغ من النص المحدد لتشاهد أن النص الذي قمت بتحديده تم وضعه بين قوسين حيث عند عرض هذا السؤال على الطلاب يقوم النظام بحذف النص الذي يظهر الآن بين القوسين ثم يستبدله بمكان فارغ يظهر للطالب ليقوم الطالب بكتابة الإجابة المطلوبة في هذا الفراغ ويقوم النظام بتقييم إجابة الطالب تلقائياً وتلاحظ أن درجة هذا السؤال ستكون جزئية وسيتم توزيعها بنسب متوافقة بحسب درجة السؤال مقسومة على عدد الفراغات في السؤال بحيث يحصل الطالب على جزء من الدرجة في كل مرة يملئ الفراغ بإجابة صحيحة أو يحصل على درجة الكاملة المخصصة لسؤال عند ملء جميع الفراغات بإجابة صحيحة ثم قم بتحديد الدرجة الخاصة بهذا السؤال عن طريق حذف الدرجة الموجودة في خانة القيمة ثم اكتب الدرجة التي ترغب في تحديدها لإجابة هذا السؤال ليظهر لك على يسار الشاشة ترتيب السؤال ضمن أسئلة الاختبار وكذلك نص السؤال ونوعه قم بالضغط على زر تقدم الحفظ في حال الرغبة في حفظ هذا السؤال ثم البدء في إنشاء سؤال جديد داخل الاختبار وعند الانتهاء من إنشاء وإضافة الأسئلة التي ترغب في إضافتها قم بالضغط على زر حفظ وإغلاق شكرا لمتابعتكم اشتركوا في القناة